بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 7 calculate the deflections احنا تكلمنا على حسابات deflections والحسابات دي تتنقسم الى جزئين اللي هي الinstantaneous او الimmediate deflections اللي هي deflections اللي بتحصل على short term والsustained load deflections اللي بتحصل على long term فبنقول الinstantaneous ده نتيجة ال dead load وبالتالي هو بيحصل مجرد انك بتعمل الصبة بتاعتك وبيبقى المنبر عندك ليه on wait ففي الحالة ديت بيحصل الinstantaneous deflections طب احنا عشان الحسابات المعقدة وطويلة لحسابات الدل ده instantaneous فاحنا عندنا بعض الكيسز اللي ممكن على طول تستفيد بقيمة الدفليكشن اللي احنا حسبنا يعني لو انا عندي simple beam والbeam ديت under uniform load والسبان بتاعها L فنقدر نحسب الMX عند اي مسافة يبقى هي دي المعادلة بتاعتها WX على 2 في L minus X طبعا هنا الX ما بتساوي L معناها في الحالة ديت الكلام ده بيساوي 0 اللي هو المومنت هنا delta max add center اللي هي اكبر قيمة للدفليكشن 5 في W L minus 4 على 384 EI يبقى انا لو عندي كيس زي كده ممكن على طول اعوض بالمعادلة ديت او بالقيمة دي طب لو انا عندي simple supported beam بس اللود عليها واخد شكل triangle يعني مسلس ففي الحالة ديت ال delta X ادي المعادلة بتاعتها مجرد انك عايز تحسب في اي مكان تحط قيمة ال X يطلع قيمة delta X طب لو عندي simply supported beam under concentrated load فبنقول delta X دي المعادلة بتاعتها والdelta maximum في الحالة ديت بتبقى add point of load يعني تحت الحمل ويبقى القيمة بتاعتها بي التكعيب على 48 EI طب الحمل لو مش موجود في النص عندي وبيبعد مسافة A من الركيزة ومسافة B من الركيزة التانية دي برضو الدلتا X عندي دلة في ال X هي والdelta A قاتل point بتاعت تأثير الحمل اللي هي B في A square B square على 3 EI طب لو simply supported beam under two concentrated loads وكل load بيبعد مسافة A يبقى دي المعادلة general اللي تقدر تحسب بيها الدلتا X عند اي مسافة انت عايزها طب لو انا عندي country lever وفيه load هنا في النص اللي هو ال B يبقى الدلتا X دي المعادلة general بتاعتها طب لو عندي هنا cantilever بس fixed يبقى في الحالة دي الدلتا X المعادلة general وبنقول ميزة المعادلات ديت انك بتقدر تحسب الدلتا بسرعة لو انا عندي simply supported بس fixed من الناحيتين يبقى الدلتا X قد المعادلة والدلتا maximum عند center بتاع الكاميرا اللي هو WLS7 على 384 EI نفس الكيس ولكن concentrated load يبقى الدلتا maximum في النص ودي المعادلة جنرال اللي تقدر تحسب بيها عند اي مسافة X من support باكرة شكرا شكرا